طلابي الأعزاء أسعد الله أوقاتكم وبعد يعني بالأمس تحدثنا عن الإشاعات وطرق عرض الإشاعات والخصائص العامة وأنواع الإشاعات وأسباب انتشار الإشاعات اليوم نأتي إلى علاج آفة الشائعة يعني إن شاء الله هذه بتكون آخر محاضرة في المنهج وبناء عليها إن شاء الله تدرسوا وربنا يوفقوا جميعا وبعتذر عن الصوت لأنه فعل واحد مرشح شوية يعني أنا بعتذر منكم أولا علاجة أو علاج آفة الإشاعة أو الشائعة خلينا نشوف رؤية الإسلام لعلاج أو قضية الإشاعة علاجها بثلاث محاور التثبت، الناقل للإشاعة من الفاسقين، التفكير أو التفكر في عواقب الإشاعة لاهنوا إن مصدر الإشاعة دائماً يكون من أهل النفاق أو الكفر أو الأعداء أو منهم يعني يريدوا أن يدمروا الجبهة الداخلية وهؤلاء لا حيلة معهم فهدف نشر الإشاعة إضعاف المسلمين التثبت، زي ما حكت الآية الكريمة قالت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبأ فتبين يعني تأكدوا، فأمر الله بالتبين والتثبت لأنه لا يحل مسلم أن ينقل أو يمث خبر إشاعة بدون أن يتأكد من صحتها إرجاع الأمر لأهل الاختصاص كذلك وإن جاءكم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستمطونه منهم بمعنى أنه يعني لا بد أن نعيد الأمور إلى أهل الأمر التفكر في محتوى الإشاعة يعني كثير من الناس يقولوا الإشاعة ولا يدروا ما هو مضمونها ويستسلموا لها وينقادوا لها ويعتبروها أنها من المسلمات وبناء عليها تنشر بينه الناقل للإشاعة من الفاسقين قال تعايا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبين فتبينوا يعني مش بني آدم مهم أو مش بني آدم جيد هو الذي ينقل الإشاعة فهو ينقل الكذب والفجورة والفسق لإشاعته بين الناس كذلك لا بد من التفكر في عواقب الإشاعة إن تصيبوا قوما بجهالة فتصبعوا على ما فعلتم بنادمين يعني في كثير من الإشاعة زي ما قلنا بتهدم البيوت وتدمر الأسر فحذاري حذاري من نقل الإشاعة للآخرين بنأتي الآن إلى موضوع أيضا مهم وهذا الموضوع يعني له علاقة بالفكر والرأي اللي هو موضوع التعصم التعصم لقد صدق رسول الله عندما قال أو العصبية القبلية والطائفية ادعوها فإنها منتنة يعني رغم أنه يعني رغم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفتخر بنسبها القرشي ولكنه لا يتعصم لهذا النسب حاليا للنسبة كثير الناس تتعصم لرأيها ولحزبها ولقومها ولعشرتها ولعائلتها ولعبنادي تبعها وللحزب يعني كثير لذلك قال لا فضل على عربيين لا فضل لعربيين على أعجمي إلا بالتقوى يعني هذا حديث طويل وهناك أحاديث مختصرة مفهوم التعصم لغة التعصم يأتي بمعنى الشدة يقال لحم عصم صلب شديد هذا مفهوم هاللغوي أو التعصم اشتدة والعصم الطي الشديد وعصب رأسه أي ربطه وعصبه تعصيبا والعصبي هو الذي يغضب لعصبيته ويحامي عنهم أما الاستلاح استلاح التعصم هو التشدد وأخذ الأمر بشدة وعنف وعدم كبول المخالف ورضه والأنفة من أن يتبع غير يعني أنه يتكبر حتى لو كان على صواب والتعصم هو نصرة القوم أو الجماعة أو من يؤمن في مبادئه سواء كانوا محقين أو مبطلين سواء كانوا ظالمين أو مظلمين يعني زي ما بقوله وبضدها تتبيل الأشياء فالتعصم ضد التسامح والانقلاق ضد الانتاع والتحجر ضد التفكر ورفض الآخر وعدم كبول ضد التواصل معه والتعايش والتوافق العصبية والحمية ضد التجرب للحق والانتصار له فمعاني التعصم ممقوطة مذمومة وضدها هذه المعاني الجميلة طيب ما هي مظاهر التعصم كيف نعرف أن هناك في تعصم في عنا التعصم الحزبي وهو التعصم للفئة أو الحزب أو الجماعة التي ينتسب الفرد إليها والانتصار لها بالحق وبالباطل وإدفاء صفة العسم والقداسة عليها يعني بقولك أن الحزبي لا يخطئ حزبي هو الصح حزبي يعني كل معلومات صحيحة ولا يعني لا يأتي بنقد ولا يفكر بنقد هذا الحزب وهذا أمر غلط وذكر مزياه ومحاسنه ومهاجمة غيرها بذكر عيوبها وهيئاتها ويعظم حزبه ويحتغر غيره تعصم القومي يعني ممكن يجينا سؤال في الامتحان أكبل يعني أحط لك التعصم كتختار تعصم القومي وهو الانتصار للقومية التي ينتسب إليه لمجرد القومية كما تعصم الأتراك زمان كانوا تعصمين لقومية في آخر حتى هذه الأيام الأتراك وكما تعصم العرب لقوميتهم مقابل هذا التعصم وحروب القوميات لا تقطع على الناظر وقد تقع في البلد الواحد يعني أنا مصري أنا سوري أنا لبناني أنا أمريكي يتعصم تعصم المذهب يوضع فيه وهذا التعصم هو الذي فرق المسلمين وجعل لهم أربعة منابر لاحظوا مش من اليوم التعصم من زمان يعني في الحرم المكي في أربعة منابر حول بيت الله ومنع الشافعي أن يصلي خلف الحبل والحبل خلف المالك وأهلهم مجرد وأغلق باب الاجتهاد في وجه الأمة والتعصم الطائف الذي أشعل نار الفتنة والقتال بين طواف الأمة كتعصم الخوارد ضد الصحابة وقتالهم هذا زمان وحاليا في تعصمات بين الشيعة والسنة والدرزي والبروني والمسيحي يعني العرب في بعضهم متعصمين لطوافهم على الفاضي كل التعصم هذا يأتي بنتيجة سلمية وعكسية ضد التطور ضد التنمية ضد الإزدهار ضد التقدم التمييز العنصري بسبب الجنس كتمييز الذكور ضد الإناث أو اللون كتمييز الأمين ضد الأسود أو الأرض والوطن كتمييز الحاصل ضد المهاجرين واللاجئين أو القبيلة كتمييز ضد أبناء القبائل الأخرى واحتقارهم هذا تمييز عنصري زي ما كان في جنوب أفريقيا ساوث أفريكا لما كانوا البيض بكره والسود وحاليا موجود أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إسرائيل كمان موجود اليمني ضد العراقي ولكن لموحدهم كرهم لنا التعصم الفكري وهو رفض فكر الآخر وعدم قبوله والاستماع عليه وترك التجرد يعني ما فيه لغة حوار فيش بيل الناس حوار التعصم فكري أنا صح أنت غلط والإنصاف في الحكم عليه والتشدد في التعامل معه ونقده بأصعب الصورة وتكوين صورة وإطار معين لفكر المخالف مشوبة بكثير من الأخطاء والمغالطات لأنها قائمة على أسس واهية من التعصم والتحجر هذا التعصم الحزبي طيب ما هي الأسباب التي تؤدينا التعصم أول شيء التضخم التضخم الذات كما قال فرعون ما رأيكم ما رأيكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبل الرشاد وهذه الذات المتضخمة قد تكون ذات الشخص أو ذات الجماع أو ذات الدولة يعني السلفش الأنانية الجهل والتخلف المعرفي فالجهل بالآخر وعدم توسع المدارك أو توسيع المدارك بمعرفة وناطلاع يعني الواحد لما نعيش في البيئة وهذه البيئة منقلقة نلاقي إنه يتعصب لبيئته يعني ما في ثقافة حوار ما في تلاقح ثقافات ما صافرش الواحد ما طلعش الواحد من البلد ما شوف حارته أحلى حارة ما شوف بلده أحلى مش غلط شوف بلده ولكن هناك ملدان أجمل وهناك ملدان أنظف وهناك ناس أذكى وهناك ناس أشطر منك لذلك مش عيب إنه إحنا نتعلم منهم ولكن مش نعاديهم بسبب إنهم يتميزوا عننا تقديس البشر والغلو فيه كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهذا التقديس والغلو يصل إلى حد إضفاء صفة الأسماء والقداسة طبعا غلط إنه إحنا نضع صفة الأسماء والقداسة على الآخرين مطلقا الانغلاق وضيق الأفق كثير من الطواف الجماعات منغلقة على بعض البعض لا تسمح لنفسها وتمنعت معها من الاستماع لغيرها وكثير من الأفكار المضطرفة والمتعصبة تنشأ في الأوكار السرية والسرديب الظلام في أجواء مغلقة تعلم الإرهاب ورفض الآخر والعنف الموجهة وتكفير المخالف هذا هو يعني الانغلاق وضيق الأفق أسوأ شيء كذلك التنشأ الاجتماعي الخاطئة فالتنشأ في أسرة تميز ضد اللون أو الجنس أو القبيل أو الجماعة أو الفكر وتغذي روح التعصب وتطرف ضد الآخر تنتج لنا وناسا متعصبين وهذا إلو علاقة بالتربية إحنا أحسن منهم إحنا أنظف منهم إحنا أشتر منهم إحنا أقوى منهم إحنا هذول صمر هذول بيض هذول زرق يعني هذا تعصب إلى علاقة بالتنشأ الاجتماعي الفهم الدين الخاطئ لا شك أن الانحراب في فهم الدين من أسباب التعصب الرئيسية زي ما قالوا التعصب الصليبي ضد المسلمين كان ناتجاً عن فهم خاطئ لمبادئ الدين النصراني غياب أخلاقيات التعامل مع المخالف مثل العدل والإنصاف والتجرد والتعايش والتعايش والثناء عليه بما أصاب ودفاع عنه إذا ظلم أو تطاول عليه الآخرون بغير حق وغيرها من الأخلاقيات التي سنذكرها في البان الشرعي كيف حرم الإسلام من تعصب جميع أشكالي كلما ذكر فيما سبق من مظار التعصب المنقوط هو من نتائجه فالتعصب سبب رئيس لتفرقة الأمة وتشتتها وعدم اجتماعها التعصب هو فتيل الفتنة والاقتتال بين فئة الشعب الواحد والأمة الواحدة والتعصب هو سبب رفض الآخر ورفض التعايش والتوافق معه يعني البعد الشرعي جاء الإسلام ليحارب كل أشكال التعصب والانغلاق فكل بني آدم مكرم ولقد كرمنا بني آدم وقال عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبنا قبائلة لتعرف ما قالش يا أيها الأوروبيين يا أيها العرب لا يا أيها الناس كلهم فلا فضل العربي على عجبي ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى كما قال رسولنا الكريم ويأمرنا الله بالعدل والإنصاف قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربة وإنها الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وكل تعاون على الإثم والعدوان محرم كما قال تعالى تعاونوا على البر والتقوى تعاونوا على الإثم والعدوان يعني البشرية الآن عندما تتعاون من أجل إيجاد لقاح أو علاج للكورونا هذا تعاون على البر والتقوى على المدفع للعامة دعم الإسلام المناصرة بين المؤمنين على الحق ودفع الظلم قال تعالى المؤمنين والمؤمنات وبعضهم أولياء البعض انصر أخاك ظالما أو مظلوبا فقال رسول الله صلى انصره أذا كان مظلوبا فرأيت أن كان ظالما كيف انصره فقال تحجره أم تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره يعني تمنع إنك الافتراء على الناس أساس التفاضل في الإسلام هو التقوى العمل الصالح إنك ربكم إن الله أطقاكم بنع الإسلام من ظلم والبغي وكان مع المخالف قال تعالى ولا يجربنكم شنائن قوم على أن لا تعدلوا على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى العدل أقرب للتقوى ودع إلى قبول الحق كما قال الكبر بطر الحق وغمط الناس وعرف الحق تعرف أهلوه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني آيات وأحاديث كثيرة تتحدث عن العدل والإحسان وحارم الإسلام تقبيص البشر وعطاه منزل فوق منزلتهم يعني من كبرش الناس من ضخمش الناس من مشيش ورا الناس بدون تفكير هذه أمور مهمة والإسلام دينه رحمه والتسامل مع المخالف يعني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لا إكراه في الدين فقد تبين الرجل ملغي صدق الله العظيم يعني الدين ما يدعو للتسامل والمغفرة ولا بد أن نأخذ ونتأسى برسول الله الذي كان أسوة في التسامح والمغفرة والمحبة بين الناس يعني فيه هناك بعض الإضاحات لا بد منها أولا لا بد من الاختلاف فيما بين لأننا بشر نقطة ونصيب ولسنا ملائكة فلا نستطيع أن نزيل الخلاف أو نلغيه ولكن نستطيع تقليل دائرته والتعايش السوي السليم معه ولا بد لنا من التأدب بأداب الإسلام في التعامل مع المخالف ليس من التعصب والاعتزاز بالشخصية الإسلامية وبيان عظمة هذا الدين وأنه دين جاء ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وأنه الدين الخاتم الذي ارتضاه الله للبشرية جمع هذه الشخصية المسلمة ترفض التبعية والإنهزامية أمام عداهم ما يدعو إلى ربيهم بالتعصب كما هو الحال اليوم كذلك ليس من التعصب حوار المخالف والرد عليه ألميا وكشف خطأ وبيان نوع اللي هو الزلل الواقع فيه وإن كان كافرا أو بدع أو معصيا مع الحفاظ على أدب النقد يعني ممكن نجيب أسئلة على هذه الإضاحات يعني صح أو غلط أو أذكر يعني بعض الأمور أو الفروقات في هذا الشيء يعني في النهاية ديننا يدعو إلى الرحمة والمغفرة ونبذ التعصب ونبذ التفرقة ونبذ الحزبية والتطرف الفئوي اللي هو يشتت جهود اللي هي الأمة بهكذا ننتهي أو تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم وهكذا تنتهي أيضا المحاضرات أتمنى لكم اللي هو أوقاتا سعيدة وإلى اللي هو أوقاتا